أمس كان هناك اجتماع للقيادة العسكرية الإسرائيلية والتي تم فيها أولاً الاستماع لتقارير المخابرات الإسرائيلية وأيضاً الاستخبارات العسكرية حول الوضع العسكري في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وكان هناك الشرح لكيفية توزيع الكتائب التي كانت قد وزعت خلال الفترة الماضية وخلال التصعيد الذي رأيناه سواء من تلك العملية العسكرية التي كانت في جنين ونابلس وبعد ذلك توسعت وكان هناك بطبيعة حالة الإنفار وحالة رفع طوارئ في داخل إسرائيل بعد العمليات التي رأيناها في الداخل الإسرائيلي الاجتماع أمس عامل على مجموعة من القرارات منها بأن يكون هناك عدد تمركز لعدد من القوات العسكرية الإسرائيلية تحديداً في القيادة الوسطى وألا وهي المقصود بها مناطق الضفة الغربية وأن يكون هناك تعزيز للقوات العسكرية الإسرائيلية في مناطق التماس أي المناطق القريبة من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية ليلة عزيز بعض القوات في منطقة قطاع غزة ولكن لم يكن هناك تغيير لمستوى التصعيد بمعنى بأن كل هذه التغييرات في تمركز الجنود الإسرائيليين لا يعني بأن الجانب الإسرائيلي يرفع من حالة التاهب وأنه يصاعد ولأنه على العكس يقوم بإعادة تنظيم المسألة عسكريا بعد أن باتت الأمور أكثر هدوءا تحديدا مع نهايات شهر رمضان وإيقاف الاقتحامات للمسجد الأقصى وكان هناك ليلة أمس كما رأينا إحياء لليلة القدر وكان هناك قرابة ربع مليون من الفلسطينيين الذين أحيوا هذه الليلة وكان هناك بلا شك عداد كبيرة من أهالي الضفة الغربية الذين وصلوا إلى مدينة القدس وبالتالي فإن الإنفارات الأمنية بدأت تخف رويدا رويدا ولكن ذلك لا يعني أبدا بأن الجيش الإسرائيلي لن يبقى على كامل الاستعداد وتحديدا لإغلاق كافة الفتحات الموجودة في الجدار الفاصل الذي يعزل الضفة الغربية ويقسم عدد من هذه المناطق باتجاهات متفرقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر